الأهلي بيستأنف تدريباته بعد راحة لمدة 48 ساعة حصل عليها فريقنا الأول طبعا بتكليف من الجهاز الفني ومدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيز بعد نهاية فترة الراحة اللي وصلت إلى يومين تحديدا أو 48 ساعة فيلر يلقي محاضرة على اللاعبين للتوجهات الفنية حريص عليها للفترة الجاية لإبقاء على تركيز اللاعبين أو إعادتهم لحالة الجهازية الكاملة للمباريات القادمة إن شاء الله الفريق الأول بيستأنف بالفعل تدريباته استأنف التدريبات اليوم الأحد على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة اللي تم منحها لللاعبين وتم منحها طبعا عن طريق جهاز الفني واستمرت لمدة 48 ساعة واشتملت التدريبات على الجوانب البدنية تحت إشراف توماس بينكل مخطط الأحمال وخض الفريق تدريبات الكورة وذلك ضمن استعدادات الفريق للمرحلة القادمة أو مرحلة مع بعض توقف مصابقة الدورة الممتاز ونتمنى أن يكون القادم أفضل وأن الأمور يتم ترتبها وتجهزها إداريا وتنظيميا بشكل أفضل إن شاء الله يتيح للمنافسة ارتفاع مستوها الفني ويتيح حالة من الاستمرارية في المسابقة وانتظام في مواعدها وده اللي هينعكس طبعا بالإجاب على كل الفرق المشاركة في الدورة الممتازة وفي مقدمتهم بالتأكيد النادي الأهلي اللي بيطالب دائما أبدا بأن تكون الأمور محسومة ومنتظمة ودون أي استثناءات من بداية الدورة لنهايته والأهلي هيكون أول فريق يحترم أو الأكثر احتراما على الإطلاق لهذه القواعد طالما أنها بتطبق بعدالة وبتركيز على جميع الفرق المشاركة والمتنافسة في الدورة الممتازة قدامنا على الشاشة مع حضراتكم تدريبات الفريق واستئناف التدريبات اليوم بعد راحة لمدة 48 ساعة فيه اهتمام بكل العناصر وكل المجموعة المتميزة الموجودة سواء اللي بيشاركوا بيبدأوا المباريات كأساسيين في الحداشر اللي بيبدأوا التشكيل في أي مباراة أو البودلاء اللي بيتم الاستعانة بيهم أو حتى اللي بعيدين أحيانا عن قيمة المباريات كل الكوادر الموجودة عندنا بتحظى بنفس الأهمية والتركيز من الجهاز الفني بقيادة ريني فييلر فيه تدريبات منفردة مهمة جدا ومتخصصة جدا لحراس المرمى تحت إشراف يانكون ميتشل مدرب حراس المرمى لكل من النجمين شريف إكرامي وعلي لطفي حارساي النادي الأهلي والتركيز على الارتقاء بمستواهم وتجهزهم بدنيا عشان يكونوا في أفضل حالتهم ويكونوا في أتم استعداد وفي حالة الجهازية الكاملة في حالة الاحتياج إليهم ودفع بيهم في أي مباراة إن شاء الله قادمة محليا أو دوليا وكمان من العناصر المؤثرة إن شاء الله تعود فيه خلال أيام قليلة جدا بيغضع للفحصات الطبية والتأكد من جهازياته الكاملة أو استشفاءه وعلاجه من الإصابة اللي لحقت به في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري في انطلاق أو في بداية هذا الموسم نجم الدفاع المنضم حديثا للنادي الأهلي محمود متولي بيؤدي جلسة في الجام داخل النادي وتجهيزه بدنيا تحت إشراف الكابتن طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي وأدى اللعب فقرة التأهيل في التتش وبيغضع متولي لأشعة خلال الأسبوع الجاري لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق بعد الاطمئنان على الإصابة أو اشفاءه من الإصابة اللي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية فيه اهتمام بإدارة الأمور وتطوير الأمور في شركة الأهلي لإنتاج الإعلامي وفيه قناة النادي الأهلي لتعظيم العوائد المالية والبعض الخاص بفرص الاستثمار في القناة والعوائد التسويقية لها كل ما يتعلق بنشاط القناة فنيا المحتوى والشاشة وكل التفاصيل وأيضا الأمور الخاصة بالترتيبات المستقبلية للقناة ليكون لها طبعا انتشار أكبر ونجاح أكبر استثماريا وماليا وتسويقيا وبيتم طبعا ده بالتنسيق مع إدارة القناة وتحت إشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان فيه اجتماع في منزل الكابتن محمود الخطيب كان تم عقد هذا الاجتماع نظرا لحالة الكابتن محمود الخطيب كان بيعاني طبعا من بعض المتاعب الصحية خلال الفترة اللي فاتت وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالشفاء التام خلال الفترة القادمة ونطمئن عليه ويستأنف نشاطه بمنتهى القوة سواء في النادي الأهلي في الجزيرة أو أي مقر من مقار النادي الأهلي المختلفة في مدينة نصر أو الشيخ زايد وأيضا الإشراف على المشروع الضخم وانطلاقة العمل في النادي الأهلي في التجمع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة عقد جلسة ودية مع شركة الأهلي لإنتاج الإعلامي بحضور كل من الكابتن العمري فاروق نائب الرئيس والأستاذ خالد الدرندالي أمين السندوق والمهندس خالب مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس إدارة النادي الأهلي والأستاذ عبد العزيز طحون المدير التنفيذي للشركة والأستاذ محمد عبد العظيم مسؤول الشؤون الإدارية وكانت الجلسة بتركز على أو بتشهد بعض التفاصيل والمناقشات عن الرؤية المستقبلية لشركة الأهلي لإنتاج الإعلامي وأيضا لقناة النادي الأهلي وتحقيق أفضل عوائد استثمارية واقتصادية والنجاح المالي المتوقع إن شاء الله من خلال عملية التطوير اللي بيجري العمل عليها حاليا نتمنى أن هذا يحقق الأهداف المرجوة بالتنصيق طبعا مع الجانب الفني المتمثل في إدارة القناة وأننا نصل للمحتوى والشكل والمضمون اللي يرضي طموحات ويكون على مستوى طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر وفي اتجاه لمناقشة هذه الأمور وما تم التواصل إليه خلال هذا الاجتماع عن طريق اجتماعات مجلس الإدارة القادمة لوضع هذه الرؤية المستقبلية أو الاستقرار على الرؤية المستقبلية لشركة الأهلي لإنتاج الإعلامي ولقناة النادي الأهلي